من مساوى الحياة الجاهل يقود بلد يطلق عليه بلد الحضارات البارخة كنت تتفرج على خطاب ما يسمى بالتيار السطلي وزعيمهم مقتدى السطل اللي فعلا حتى الجاهل حتى الطفل يضحك عليه لأسباب عديدة واحدة من المطالب اللي طالبها مقتدى السطل وهو حل الميليشيات وتسليحهم وتسليم السلاح إلى الحشت أو الجحش المحشي طيب هذه إدارة دولة من التاخذ أسلحة الميليشيات تسلمها للدولة وما يسمى بوزارة الدفاع وما يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة وإلا أو تسلمها إلى الدولة والتسليح اللي موجود بهذه الدولة بس ما تأخذها من ميليشيات وتسلمها إلى ميليشيات ثانية بغطاء ما يسمى القانون ومتابعة هذا الجحش المحشي لما يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة والمضحك المبكي مقتدى السطل يطالب بحل الميليشيات ونسى أو تناسى بأنه هو أول شخص أسس ميليشيا داخل الإراق أول شخص أسس ميليشيا جيش الوردي ومن جيش الوردي هذا انبعثت وفرخت هذه الميليشيات اللي وصل عددها إلى خمسة وستين أو سبعين ميليشي من قصائب أهل الباطل وحزب الله وعصائب الله وغضب الله وينعل أبوكم يا بحطد الله مالتكم إذا عدكم الله هسه يطلع لسطر الراسم ربع يقول لي لا تكفر هذا مو كفر أنتو الله مالتكم غير شكل أحنا الله مالتنا رب العالمين أنتو كلمة الله ما تعرفوها لأن تعرفون حسين وعباس وكاظم وعباس معرف منه وذاكاب الطرشي وقاضيها هذه الاسوالف الضحكون بيها على العالم نهبت بيها الدولة فلشت بيها الدولة قتلت كل من وقف في وجهكم حاجمت أي شخص وطني دمرت سمعة الناس الأعراض ما خليتوا شي ما سويتوا حجت صاحب العصير والرماني طلع لكم فمقتدى السطل اللي طالب بحل الميليشيات هل طالبت نفسك بحل ميليشياتك أول ويطالب بمحاسبة الفاسدين أكبر نقطة سمعتها بحياتي هو أول فاسد بالعالم هل أنت حاسبت نفسك يا مقتدى السطل؟ هل حاسبت تيارك السطلي اللي نهب العراق؟ واستلم الوزارات والمحافظين وكل هذول الزبالات اللي انت عينتهم والآن الطالب بحل الميليشيات ومحاسبة الفاسدين ذاكرة الإراقيين خفت من مصائب هذول الميليشيات ومن حكم الإراق نبقى نذكركم بأنه سبب خراب الإراق الأول هو مقتدى السطل اللي أجبه أجبه واللي ما يجبه يدق راسها بالحيط وهذه القنوات السخيفة اللي يسميها إعلامية اللي قاعدة تطبله وقال السطل وحجة السطل نقول لهم الله يطيع حظكم وحظ أمريكا اللي طلعتكم من المجاري وخلتكم حكام على بلد مثل الإراق تحياتي لكل بطل إراقي ومحب للإراق والخسة والعار لكل منباع الإراق